موضوع تاني أنا هاوند بردو نعايز أتكلم معاكو فيه لجنة المسابقات قررت تأجيل مبارتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة السبعتاشر من بطولة الدولة خلاص؟ الخبر ده صدر في الساعات الأولى من صباح اليوم نهاردة معلش أنا في المواضيع دي ببقى يمكن عشان أتكلم فيها كتير والله كل لأنه أنا دايما أجد البعض يحاول أن يزج بإسم النادي الأهلي في كل شيء صحيح حتى لو كان الأمر أمر لائحي يعني إيه؟ في لائحة بتقول أن أنت لو مسافر برا مصر ترجع تلعب بعد أربعة أيام خلاص؟ مش أنا اللي بقول ولا أنا هوند بالمناسبة ومش مهمة لإسم النادي ده بغض النظر دي رول دي رولز دي موجودة وإحنا بنتكلم فيها طيب لو جوة مصر بيلعب مباراة أفريقية يلعب بعدها بكام ثلاثة أيام برضو مش إسلام ولا أنا هوند اللي بيقولوا الكلام ده بالمناسبة وكل يوم أطلع أقول لحضراتكم هذا الكلام أو مش بقول لكم أنت أنا بقول للناس التانية المادة 109 الخاصة بالشروط العامة وبند التأجيلات تاني حقره لكم بقى كما هي أنا هوند كما هي أرجوك معنا قطوه لنا مش إسلام برضو ولا أنا هوند بالمناسبة ده بند التأجيلات يا جماعة هنلاقي أن المباراة المحلية تقام على ثالث يوم لو المباراة أفريقية أو عربية مقامة في مصر نركز هنا بس نركز هنا بتتلعب على ثالث يوم في المباراة الأفريقية بتاعتك في مصر أما لو خارج مصر بتلعب على رابع يوم ده اللي أنا كنت بتكلم فيه أنا هوند حالا طيب هنا أنا بس عشان بلائي البعض مثلا كابتن متحط شلبي مرة طلع وقال لك عواطف والكلام اللطيف اللي هو بيقعد يقوله كابتن متحط ده طبعا كابتن متحط اسم كبير في عالم كرة القدم والكلام ده كله ولكن يعني عندما يتكلم كابتن متحط وقتها تكلم على أن النادي الأهلي مؤجل ومباراة هم قالش اسم النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي مؤجل ومباراة كثيرة على سبيل المجاملة على سبيل المجاملة هو بقوله عواطف يعني فهو تعرفة كابتن متحط وطريقته لطيف يعني يعني آه فيه من ده كتير بس على أي أساس بقى الكلام ده بيطلع لحد شفية من الحقيقة لا هناك لائحة ما هيلاحة هي يا جماعة ولاحة لك كده الزمالك وفيوتشر هلعبوا في الكونفيدرالية في القاهرة هلعبوا فين ها جماعة قولوا معايا هلعبوا فين هنا هاوان في القاهرة مش خارج القاهرة والله صح ولا مسح هلعبوا فين يا جماعة في القاهرة والأهلي مش طرف برضو بالمناسبة بالمناسبة الأهلي ليس طرفا عشان ناس كتيرة بس تجرت بقصة التأجيلات رغم أن تأجيلات النادي الأهلي بتكون طبقا للليح أو بقرار من الرابطة بالتنصيق مع جهاز المنتخد وليس شيء آخر فيجمعها فيش حاجة اسمها عواطف كلام اللطيف اللي بيدغدغ الجماهير من ناس معينة زي ما قلت الحضارة كابت الميت حتى على دماغنا وراجل حبيبنا وكل حاجة ولكن أنا هنا بتكلم في موقف محدد هو أتكلم فيه من زمان من زمان النهاردة أنا دي الزمال كوفيتشر بيتأجل له من الماتش على الرغم من الزمال كوفيتشر هلعبوا في مصر حد تكلم غيرنا أنا وانتي أنا واندي وغيرنا يا حد باتي ما سمعتش حدتش حد حيتكلم بادي مش عارفين يا طرح يبقى فيه عواطف حاجة حاجة صعبة وحرجع لقول تاني الأهلي برق قصة حملناش دعوة تماما بهذه الأمور لكن حرجع أقوله حضيفة حأكد كلام كابت الإسلام اللي بيرغي كتير في القصة دي للأسف الشديد ويدخل اسم النادي الأهلي في جملة أنا حشوف مش مفيدة هي جملة غير مفيدة يريد يعني نستسمحوا أنه هو يسقط أو يهدى لأن اللايحة زي ما كنا بنقول لحضراتكم دلوقتي اللايحة واضحة بشكل كبير جدا اللي بيحصل كمان واضح بشكل كبير جدا والواحد برضو مش عاوز أنه هو يتكلم بكلام خارج المنطق يعني ولجنة المسابقات واضحة ففي الوقت اللي بيحاول فيه أو بيحاولوا فيه أنه هما يلتزموا بيه اللايحة بيطلع عليهم بعض الناس تقول لك اش معنى طيب ما هو اش معنى دي ممكن نقعد نقولها البكرة وممكن نقولها للسنة الجاية ممكن نقولها على طول فبردو هرجع أقول وهنرجع نأكد الأهلي مش طرف ومالناش علاقة تماما باللي بيحصل فتاني مباراة يعني نرجع المباراة بقى يعني خلاص قيا نتجنب ده لكن المباراة هنا من النادي الأهلي لا ما نفعش تتجنب أنا كنت عايزة أعديها والله سأل عادة أنك مش هتحدي أيوة لأنه أنا أنا بدأ جدا لأنه كل يوم احنا في مثل هذه الأمور وحنستمر على فكرة حضرتك في البرنامج الصبح مش بتطلعي أول حاجة لما بتشوفي أخبار النادي الأهلي تلاقي الناس اللي عمالها تهزر وتتكلم وتقول لك أصل الأهلي وبيتأجله وبيتعمله هو مش بس كده وبيتكسب بالتحكيم والمجاملات ولجنة الكرة ومش عارف إيه كل الكلام ده بيتقال منذ تقريبا ناشية النادي الأهلي حيث ده اللي يتقال كابتن السلام حيث ده اللي يتقال ولكن عندما يقال الأمر بمنطق أنا ممكن أتقبله بالمناسبة ولكن هنا مفيش منطق هنا حضرتك ليحة وللمرة المليون بنقول هذا الكلام للمرة المليون وخمسمائة بنقول هذا الكلام يا جماعة حرام عليكم مش كده مثل هذه الأمر لا تقاض بهذا الشكل يا كابتن فلان ويا كابتن علان عندما تتكلم خلي بالك من الكلام اللي أنت بتقوله انظر لللايحة أولا عندما تتكلم عن النادي الأهلي اعرف أن في يوم هيحصل حاجة لأندية أخرى وأنا هنا برضو ما بقولش أهلي وزمالك عشان محدش يدخلني في أهلي وزمالك ولكن أنا هنا بتكلم عن مباراة أجلت تبقى أو مباراة تأجلت تبقى لللايحة ومباراة النهاردة أو النهاردة الصبح تأجلت ورغم ما حد عارف هي تأجلت ليه هي تأجلت عشان ماتش الأهلي والبلدية تأجل ولا عشان إيه المباراة الأفريقية خارج مصر أنا بلعب رابع يوم أنا متفق ما عنديش أي مشكلة في هذا الأمر ولكن المباراة الأفريقية اللي بتلعب في مصر بلعب إيه تالت يوم صح ولا مسصح يبقى المباراة تأجلت ليه أتمنى أن حد يطلع يرد علي وحتى احنا ما اعترضناش ولا حد طلع يتكلم ولا حد أصلا يعني أثار أي مشكلة يعني من الجانب الآخر أنا حتى لو أنا حتى لو قلتني دي مشكلة أنا لا أقصد نادي الزمالك برضو عشان ما حد يشأل زمالك وأهلي وتار لكن هي لايحة يا جماعة أنا هنا أصد لجنة المسابقات والناس اللي بتأجل مثل هذه المباراة يا جماعة ما تطلعوا تقول لنا هل مثل هذه المباراة يتم تأجلها تبقى لأهواء معينة تبقى لأمور معينة تبقى لإيه ولا تبقى للليحة وإحنا مش ياخدين بالنا حد بس يطلع والله ما حنزعل والله ما حنددايق على فكرة إحنا من الناس في قناة الأهلي من أول البرامج الصبح لغاية بالليل تلاقوا دايما قناة الأهلي بتتكلم بمنطق ما عندناش مشكلة أن إحنا نتراجع عن الكلام اللي إحنا بنقوله ولكن عندما يكون هناك سبب أو أسباب معينة خلينا نتراجع عن الكلام اللي إحنا بنقوله لكن مش إننا نطلع أقول إيه خلا يا جماعة نأجلت المطش بما أن الأهلي والبلدات أجلوا فنأجل بقى الزمالك وفيوتشر كمان ولا الزمالك ومين اللي كان بيلعب يتأجلوا نأجل المطش ده والمطش ده عشان نراضي الطرفين يا جماعة راضية الطرفين دي انتهت خلاص في حاجة اسمها ليحة وقانون يتم تطبيقه يجب أن يكون هناك أمور معينة علشان نقدر نمشي عليها القانون بيتحط عشان نمشي عليها الليحة بتتحط عشان نمشي عليها مين اللي يمشي عليها حضراتكم كل أندية مصر كل أندية مصر أنا آسف الزمالك والبلدية والأهلي وفيوتشر فالمطش نتأجلوا أنا أنا وأنا بقول لي كده أنا بقول يا جماعة لأن هذه هي لائحة والأهلي لا يجامل في التأجيلات مرة تانية وثالثة وعشرة وبكرة هتلاقوا غير بيقول وبعده هتلاقوا غير بيقول ولكن في النهاية لا يوجد مجاملة لأي حد هذه هي لائحة بيتم تطبيقها نرجع بقى للمتحطين أوه يعني والله لو عادنا نرغي من هنا بردو الأسف الشديد والكلام ده كمان بيطلع من زي ما تكلمنا يعني طبعا كل احترامنا كابتن متحد بس بيطلع من قامات كبيرة يعني فده اللي بيحزنك أكتر عراف لو حد على السوشيال ميديا فاتح تشانل على اليوتيوب بيتكلم كده عادي بحدش هيسمع تكلم بقامات كبيرة بتتكلم بالمنطق ده تبقى غريبة شوية وغير مقبولة بس احنا إيه حنتجنب دلوقتي الموضوع ده بس مش هنسيبه أنا بقى نرجع له تاني